اشتركوا في القناة كنا وسنبقى خلال هذه الازمة كنا ايد وحده وسنبقى ايد وحده ونحن اليوم عند عصام زهر الدين ليس فقط الضابط في الجيش العربي السوري الذي ساهم في الدفاع عن دير الزور والتي كانت مهددة بالسقوط في لحظات معينة او ايام معينة صمد مع مجموعة من الضباط والعسكريين والشرفاء في هذه المنطقة العميد عصام زهر الدين وفي كلمته تحدث ان هناك قوتان لا تقهران هما قوة الله وقوة الشعب اثبتت سوريا انها الاول في كل شيء الجيش القوي والشعب الصامد والدعم اللامحدود من المقاومة وتيار المقاومة لن ينكسر فنحن بعون الله تعالى وبقيادة السيد الرئيس بشار الاسد وبجهود الشرفاء في سوريا والبنان وإيران وروسيا انتصرنا على هؤلاء القطعان هذا وقلد وهاب العميد زهر الدين قلادة التوحيد تقديرا لبطولاته كما منح العميد زهر الدين وهاب سيفا عربيا